السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصلنا إلى حرف الشرط إن المدغن بما إما من درس الكتابة بالبداية سيتداول لدينا سؤال وهو ما المقصود بالشرط؟ ما معنى كلمة الشرط؟ بالبداية المقصود بكلمة الشرط إذا حصل الأمر الأول يحصل الثاني وهكذا أي الخيار بين أمرين فنقول مثلاً إن تدرس تنجح إذا درست سوف تنجح إذن هذا المقصود بالشرط أنا أشترط عليك وأمرك بشيء إذا فعلته رح تاخد مثلاً جائزة عليك تمام؟ إذن هذا هو المقصود بكلمة الشرط هل انتهى شرح العنوان؟ لم ينتهي لدينا سؤال آخر ما معنى كلمة مدغن؟ حرف الشرط إن المدغن بما؟ كلمة مدغن؟ معنى كلمة مدغن المدخل به لنعتبر أن هذا الدرس هو عبارة عن قاعدة رياضية فنقول إن زائد ما يساوي إما إذن لدينا حرف النون وحرف الميم أضغمناهم ما بط أدخلناهم ببعض فصارت إما بالميم المشددة لنأخذ بعض الأمثلة لنفهم ما المقصود بكلمة إما إما تبتسم في وجه صديقك تزداد الصداقة بينكما إذا أنت تبسمت في وجه صديقك رح تزداد الصداقة بينكم تمام؟ هاي الشرط حطينا إذا أنت تبسمت إش صار؟ جواب الشرط تزداد الصداقة بينكما تمام؟ نأخذ مثال آخر نقول إما تثق بنفسك تكون ناجحا إذا أنت وثقت بنفسك رح تكون ناجح ما في إنسان بيكون ناجح إذا ما وثق بنفسه جيم إما تتعاون معنا تحافظ على أمن وطنك إذا أنت تعاونت معنا رح تحافظ على أمن وطنك ما تعاونت معنا ما رح تحافظ عليه تمام؟ ماذا نراحظ بهذه الأمثلة الثلاث؟ نلاحظ بأن إما أعطتنا شرط ثم أعطانا جواب الشرط هاي الملاحظة الأولى ملاحظة الثانية تبع معي على الأفعال التي تأتي بعد إما ماذا تلاحظ عليها؟ نلاحظ بأنها أفعال مضارعة مجزومة مجزومة بماذا؟ بالسكون تبتسم، تثق، تتعاون كليات هاي شو؟ أفعال مضارعة مجزومة إذن الفعل الذي يأتي بعد إما يكون فعل مضارع مجزوم بالسكون ماذا يكون فعل مضارع مجزوم بالسكون؟ تلخيص القاعدة إن زائد ما يساوي إما والفعل الذي يري إما يكون فعل مضارع مجزوم بالسكون وإما شرطية أي تعرب حرف شرط جازم إذا جبت لك سؤال حكت لك ما إعراب الكلمات الآتية وحطت لك خط تحت إما يجب أن يكون إعرابها حرف شرط جازم والفعل الذي يريها ماذا يكون؟ يكون فعل مضارع مجزوم بالسكون لنذهب إلى حل أسئلة حرف الشرط إن المضغم بما إما في الصفحة الرابعة والسبل السؤال الأول إملأ كل فراغ من الجمل الآتية بما هو مناسب مما بين القوسين ألف إما تواظب على التدريب تتقن المهارة با إما ينتشر العلم تزدهر البلاد جيم قال المعلم إما تفعل خيرا تجد ثناء دال إما تلعب الكرة في الشارع تعرض نفسك للخطر السؤال الثاني ميز إن الشرطية المضغمة بما من غيرها فيما يأتي ألف قال تعالى وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورة كيف أنا بدي أميز إن الشرطية المضغمة بما من غيرها؟ بالبداع يبدأ أطلع عليها يجب أن تكون إما الهمزة أسفل الألف والميم مشددة هي واحد اثنين يجب أن أجد الشرط في هذه الجملة بالبداع إما تعرضن إما الهمزة وين تحت ولا فوق تحت إذن إما هي أول شرط موجود الموضوع الثاني حكينا عنه يجب أن يكون هناك شرط الشرط موجود بيحكي لك إما تعرضن عنه ابتغاء رحمة من ربك فقل لهم إذا أعرضت قل لهم قولا ميسورة تمام؟ إذن ثنتين موجودات عندي فنقول بأنها شرطية با إما تسجل هدفا في المباراة يصفق لك الجمهور إما موجودة والشرط تسجل هدفا في المباراة يصفق لك الجمهور إذن إذا سجلت رح يصفقه لك إذن هي شرطية جين أما اليونان فهي مهد الألعاب الأولمبية أما الهمزة وين أسفل فوق فوق إذن هي ليست شرطية هل يوجد بها شرط؟ لا يوجد هذه معلومة أما اليونان فهي مهد الألعاب الأولمبية إذن هي غير شرطية دال إما تشتهد في دروسك تحقق النجاح إما موجودة الشرط إذا اجتهدت في دروسك تحقق النجاح إذن هي شرطية حال أما حسن الخلقي فيرفع شأن صاحبه أما وليست إما هل نقطة الأولى الثانية لا يوجد شرط إذن نقول عنها غير شرطية السؤال الثالث هو عبارة عن واجب يقول أدغم إن الشرطية فيما أوظفها في ثلاث جمل من تعبيرك ثم أكتبها في دكترك يجب أن أرى هذا الواجب خلال يوم واحد فقط